بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر فلق الله هجمعين إن شاء الله أنه ده في هذا الفيديو هنتكلم عن هل هذا البلح البايز اللي فيه هذه النهلة المنتورة هل مفيد لحاجة أم لا زي ما شايفين فيه ناس كثير جدا متكتبلي في هذا التعليق عن هذا الأنوان زي ما شايفين هنقول لكم إن شاء الله كل حاجة بإذن الله هل البلح ده البايز ده أو المدش مفيد لحاجة أو وحش هو مالش عازق بس قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء زي ما شايفين حضراتكم ده منظر البلح هحاول أقرب لكم المسافة أكتر عشان تشوفوا البلح زي ما شايفين ده منظر بلح عادي وده البلح البايز هحاول أقرب لكم المسافة أكتر زي ما شايفين حضراتكم ده منظر البلح هل مفيد جدا هل اللي مضر أو هل ليها عازق يعني في ناس كثير بتسأل زي ما شايفين ده منظر البلح البايز أو البلح الوحش زي ما شايفين ده شكله طبعا البلح ده مفيد جدا جدا اللي بتستهزوا بيه اللي بتشوفوه بايز ده مفيد جدا جدا للبقر للمعز او للغنم او لجميع الحيوانات اللي هو زي البقر او المعز او الغنم تمام او الجموس بالنسبة للحيوانات ده اللي بتاكل البرسيم مفيد في ايه؟ انه هتجيب البلح ما ينفعش تطيهم البلح كده لازم البلح توديه المدشة لو عنديكم مدشة الزراعة احنا ندينا مدشة الزراعة عنديها فيها مدشة فمنجيب البلح ده بيدش هذا البلح اه بعد ما تدشو ان تعرف ان البلح ده بساعد ما تدشو بيبقى علف ممتاز جدا للأبقار او للجموس او للعجول او للاغنام لذلك اه يعني ان هو هذا البلح مفيد جدا جدا للعلاف في الغنام او المعز يعني لازم انك تعملوا وتجيبوا ما ينفعش ترميه او ما ينفعش تقطع الصباطة كده وتسيبها وترميها لازم تبتدي ان انك تعمل هذا العلاف الجميل لهذه بغرتك او لعجلك او المعز بتاعك او للغنم اي حاجة اي حاجة عندك تعمل لهم على عشان يبدأ ان المعز يكبر معاك بشكل كبير وبس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو لا تنسى ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وغريب في هذه القناة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا معكم عبد الرحمن عادل وشكرا